خبرنا الاخير برضو خبر ايجابي بيعكس تقدم في اجراءات الاصلاح الاقتصادي البنك المركزي اعلن ان عجز ميزان المعاملات الجارية وهو الفرق بين واردات الدولة وصادرات الدولة وهو اكبر عنصر في ميزان مدفعات الدولة ده انخفض بنسبة 65.8% في الربع الاول من السنة المالية 17-18 ووصل الى 1.6 مليار دولار ده من 4.8 مليار قبل عام واشار البنك الى ان الفائد الكل في ميزان المدفعات واللي بيلخص المعاملات الاقتصادية للدولة مع بقية الدول العالم خلال فترة زمانية محددة ويشمل جميع المعاملات بين سكان الدولة وغير المقيمين فيها ويشمل ايضا السلع والخدمات ده ارتفع الى نحو 5.1 مليار دولار مقابل 1.9 مليار قبل عام